وفق مجلس الوزراء على مشروع موازنة العام المالي 2024-2025 وكذا وللمرة الأولى موازنات الهيئة العامة الاقتصادية تمهيدا لإرسالها لمجلس النواب في المعادة الدستورية الأحد القادم حيث بلغ إجمالي المصرفات العامة لحكومة 6 تريليونات و 400 مليار جنيه وإراداتها 5 تريليونات و 5 مليارات جنيه بما يعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد كما وافق مجلس الوزراء على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 وتستهدف للخطة معادل نمو 4.2% للعام المالي المقبل